بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله طيبين الطاهرين اليوم وياكم اليوم ان شاء الله رح نكون بالجزء الاول من موضوع رسم الدوال ومن المؤمل بان يعطى هذا الموضوع بثلاث اجزاء ورسم الدوال موضوع مكون من ست خطوات فقط اقافوا ايانا طلاب من المتميزين اذا هنا اول نقطة هو ايجاد اوسع مجال للدالة النقطة الثانية ايجاد المحاذيات النقطة الثالثة ايجاد نقاط التقاطع مع المحورين الاحداثين والنقطة الرابعة اللي هو التناظر السيمتري والنقطة الخامسة اللي هو ايجاد النهايات العظمى والصغرى ونقاط الانقلاب وآخر نقطة اللي هو الغرافينج رسم الدالة تقسيم الدرجة في الامتحان الوزاري على موضوع رسم الدوال يكون كالتالي هنا بابا بس كاميراتكم رجاء ان قلقوا الكاميرات تقسيم الدرجة رح تكون درجة على اوسع مجال ودرجة على المحاذيات ودرجة على نقاط التقاطع ودرجة على التناظر واربع درجات على النهايات ونقاط الانقلاب ودرجتين على الرسم يعني من تجي تجمعهم رح يصير عندي عشر درجات اللي ما اخذي احنا من هذه العشر درجات ما اخذين نقطتين فقط يعني ما اخذين خمس درجات سابقا النقطة الاولى ايجاد اوسع مجال للدالة الدوال اللي اخذناها سبق وانا اخذناها في مبرهنتين رول والقيمة المتوسطة سبع انواع تذكرون كثيرات الحجود والنسبية والمثلثية والجذرية للدليل الزوجي والجذرية للدليل الفردي والدوال الشطرية ودوال القيمة المطلقة سبع انواع لكن في موضوع رسم الدوال يكتفي المنهج بنوعين فقط وفقط اللي هي الدوال لكثيرات الحجود والدوال النسبية واذا كانت الدالة كثيرة حجود فان اوسع مجال لها هو ار واذا كانت الدالة نسبية فاوسع مجال هو ار مع عدل قيم اللي تجعل المقام صفر اذا فقط هذه النوعين اللي موجودة في منهجنا المقرر لذلك اول درجة تكون مضمونة الى حد كبير والنقطة الخامسة اللي هي ايجاد النهايات العظمى والصغرى المحلية ونقاط الانقلاب سبق وانا اخذناها في بداية شرح موضوع النهايات تشتقل مشتقل اولى ساويها بالصفر وتكمل للاخير لما تقول لي النقاط الحرجة هل هي عظمى ام صغرى ام مجرد حرجة وبعدين تشتقل مشتقل ثانية وتكمل للاخير وصولا الى نقاط الانقلاب اليوم رح نحاول انفصل النقاط الاربع الاولى بشكل تفصيلي قدر الامكان قبل ما نبدي انحل اي سؤال لذلك الكتابة اللي موجودة امامك بعد شوية رح اطيك مجال تنقلها بالدفتر ورا ما تكتب لي الموضوع رسم الدوال ولكن قبل ما اطيك مجال تكتبها الريد الناقش مجموعة امور اللي موجودة امامك هنا بالخلفية السوداء هنا اذا كانت الدالة كثيرة حدود اي انها لا تحتوي على متغير في المقام او تحت الجذر او في الاس اذا اوسع مجال لها هو ار دائما كثيرات الحدود اوسع مجال لها هو ار يعني من يجيني السؤال يقول لي اكس اص خمسة اذا مباشرة اقول لي اوسع مجال الدومين هو ار اذا اجاني سؤال اخر يقول لي هنا لا اكس تكعيب ناقص ثلاثة اكس رح اقول لي اوسع مجال هو ار من يجيني سؤال اخر يقول لي اريد منك واحد ناقص اكس لكل تكعيب زائد واحد اقول لي اوسع مجال هو ار اذا هذه كلها كثيرات حدود الامثلة لا تكتب لي الامثلة رح تكتب لي بس الملاحظة وبعدها رح نجي ناخذ الأسئلة ورح نجي نحل بشكل تسلسلي أما من يجيني السؤال التالي يقول لي أريد منك واحد على اكس واحد على اكس هذه ليست كثيرة حدود لعد شنو إذن هذه دالة نسبية ما هي الدالة النسبية الدالة التي تحتوي على متغير في المقام شنو القيمة اللي تجعل المقام صفر صفر إذن هنا من أجي أتعامل ويا هاي الدالة أقول أوسع مجال لها هو آر ما عدى الصفر آر ما عدى الصفر زين يجيني مثال آخر أيضا لدالة نسبية اكس ناقص واحد على اكس زائد اثنين شنو القيمة اللي تجعل المقام صفر تجي تاخذ المقام على صفحة اكس زائد اثنين تساوي صفر معناها اكس تساوي سالب اثنين إذن رح تقول لي آر ما عدى السالب اثنين إذن السالب اثنين هي تجعل المقام صفر تجيني دالة أخرى يقول لي لا أريد الدالة النسبية بهذه الصورة أيضا فيها متغير في المقام رح تجي تاخذ المقام على صفحة إذا كان على مسودة أو بالورقة الرئيسية تحاول تحل المعادلة ورا ما تساويها بالصفر سالب خمسة اكس تساوي سالب اثنين اذن اكس تساوي اثنين على خمسة اذن رح تقول لي أوسع مجال آر ما عدى اثنين على خمسة اثنين على خمسة تجعل المقام صفر بدليل لو أجي عوض مكان الأكس هنا اثنين على خمسة خمسة ويالخمسة تختصر رح يصير اثنين ناقص اثنين صفر اذن أوسع مجال آر ما عدى لاثنين على خمسة احيانا تجيني دالة نسبية فعلا هي دالة نسبية ولكن لا توجد قيمة تجعل المقام صفر اذن خلص اوسع مجال لهذه الدالة آر على الرغم من انها دالة نسبية الا ان اوسع مجال لها هو آر اللي اريده منك تكتب لي اللي موجود امامك اوسع مجال اذا كانت واذا كانت واغطيك بعض الوقت السوارة ما تعرفنا على اوسع مجال للدالة وقلنا اوسع مجال للدرجة فيها مضمونة لان عندي نوعين فقط اذا كانت كثيرة حجود اوسع مجال لها آر دومين از آر واذا كانت نسبية فأوسع مجال آر ما عدا القيم التي تجعل المقام صفر النقطة الثانية تتحدث عن المحاذيات الاسمتوض هنا المحاذيات طبعا ان وجدت شنو معنى كلمة محاذيات المحاذي لو تذكر ايام زمان من سولفنا على القطع الزائد طريقة رسم القطع الزائد شنو القطع الزائد من رسمنا المستوي الاحداثي وبعدين رسمنا المستطيل وراء ما ثبتنا الفي وان في تو واموان ام تو وبعدين هنا من رسمنا قطري المستطيل بهذه الصورة وبعدين رسمنا القطع الزائد السولفن هنا قلنا هذا القطع الزائد شروطه شنو يمر بالرأسي ويحوي البؤرتين ويكون كل من القطرين محاذيين له يعني كلمة محاذي يعني الرسم يمر بصفها ما ممكن الرسم يقطعها ولا يكون بعيد عنها الرسم يكون بصفها هذه هنا اسميها المحاذيات لكن هنا بالقطع الزائد هذه المحاذيات هي تسمى محاذيات مائلة اللي هي خارج حدود منهجنا كموضوع رسم دوال احنا عدنا في موضوعنا كرسم دوال اذا كانت الدالة كثيرة حدود اقول لا يوجد لها محاذيات من تجيني دالة كثيرة حدود اذا مباشرة اقول اوسع مجال R ولا توجد محاذيات domain of function is R and asymptote is not exist خلاص يعني هذه الدرجتين ضمنتها خليها تبجيها بك اذا كانت الدالة كثيرة حدود فلا يوجد لها محاذيات اكتب لي هذا السطر ده انتقل الى الصفحة البعضة السرحة تقول لي واذا لم تكن كثيرة حدود شنو العمل اذا هنا هذه الصفحة رح تتوضح الامر اذا كانت الدالة نسبية فيمكن ان يكون لها نوعين من المحاذيات احنا كثيرات الحدود قلنا ما بها محاذيات اوسع مجال للدالة R والمحاذيات لا توجد اما اذا كانت الدالة نسبية فيمكن ان يكون لها نوعين من المحاذيات وهذه اللي يمكن في اللغة العربية يعني معناها تفيد التبعيض يعني ربما يكون جزء يجوز بها محاذي ويجوز بها محاذي واحد اذا معناها ربما يكون فيها فقط محاذي افقي ورح نشوف بعد شوية وربما يكون فيها عمودي وافقي حسب الاسئلة اللي موجودة ضمن منهجنا اشلون استخرج المحاذي العمودي واشلون استخرج المحاذي الافقي ايضا حتى نفهم الملاحظة اللي موجودة امامك رح نجي نستعرض مجموعة من الامثلة ما كوداعي تكتبها الامثلة ولكن تفهم معنا المثال حتى تكتب لي الملاحظة اللي موجودة امامك وخلي اخذ لاتناش تقول المحاذي العمودي من هو المحاذي العمودي هو اكس يساوي القيم التي تجعل المقام صفر قانون من اجيب المحاذي العمودي المحاذي العمودي يتم استخراجه من اوسع مجال انا من قلة اوسع مجال ار ما عدل صفر يعني المحاذي العمودي اكس يساوي صفر اذا اوسع مجال ار ما عدى الأربعة المحاذي العمودي X يساوي أربعة أوسع مجال R ما عدى السالب 2 المحاذي العمودي X يساوي سالب 2 إذن في هذا السؤال قبل شوية قلنا أوسع مجال للدالة R ما عدى الصفر إذن معناها من أتحدث عن المحاذي العمودي Vertical Asymptote رح يصير عندي X تساوي صفر إذن هذا هو المحاذي العمودي ليش قلت X يساوي صفر ما قلت غير الصفر لأن الصفر التي تجعل المقام صفر فالمحاذي العمودي كل مشكلة ما بي قانون واضح وواضح جدا قانون المحاذي العمودي هو X يساوي القيم التي تجعل المقام صفر زيان المحاذي الأفقي خلوها ببالكم هذه المعلومة الدالة النسبية ضمن حدود منهجنا وأؤكد بأن الرياضيات فيه أمور أكثر من هذا لكن ضمن حدود منهجنا الأسئلة اللي رح تجيني في رسم الدوال تكون على نوعين ربما تكون ثابت على متغير مثل ما موجود أمامك وربما تكون متغير على متغير من نفس الدرجة بس ما عندي غيرها لو ثابت على متغير لو متغير على متغير من نفس الدرجة الملاحظة تقول إذا كانت الدالة النسبية بسطها ثابتا يعني ثابت على متغير فمباشرة رح أقول المحاذي الأفقي وي يساوي صفر هذا الحاج شنو إذا ثابت على متغير متغير على متغير رح نأخذها بعد شوية إذن المحاذي العمودي شنو قانونه اكس يساوي القيم اللي تجعل المقام صفر المحاذي الأفقي رح يكون على نوعين فقط إذا كانت الدالة النسبية بسطها ثابتا فهو وي يساوي صفر السرحة تقول لي وإذا لا متابت شنو الحل أقول لك السرحة نشوف المحاذي العمودي في هذا السؤال قبل شوية قلنا أوسع مجال آر ما عدا منه آر ما عدا لاثنيا على خمسة آر ما عدا لاثنيا على خمسة إذن معناها المحاذي العمودي اكس يساوي اثنيا على خمسة هذه ما نختلف عليها زين المحاذي الأفقي الملاحظة لاخدناها قبل شوية إذا كانت الدالة النسبية بسطها ثابتا فالمحاذي الأفقي هو وي يساوي صفر ولكن إذا كان بسطها ومقامها متغيرين من نفس الدرجة فإن المحاذي الأفقي وي يساوي معامل الـ x في البسط على معامل الـ x في المقام بنقول معامل يعني العدد ده بصف الـ x معامل الـ x في البسط على معامل الـ x في المقام إذن معامل الـ x في البسط هو 3 ومعامل الـ x في المقام سالب 5 ودائما السالب إذا كان في المقام لو يصعد إلى البسط لو يصير بصف الكسر ماكو مشكلة إذن سالب ثلاثة على خمسة بل أن القانون أوسع من ذلك يقول إذا كانت الدالة النسبية بسطها ومقامها متغيرين من نفس الدرجة من أقول من نفس الدرجة يعني اثنينات من الدرجة الأولى اثنينات من الدرجة الثانية اثنينات من الدرجة الثالثة فرح يصير Y يساوي معامل أعلى أصف البسط على معامل أعلى أصف المقام فإذا كان البسط والمقام من الدرجة الثانية فرح يصير معامل أكستر بيع في البسط على معامل أكستر بيع في المقام إذا كان البسط والمقام من الدرجة الثالثة فرح يكون Y يساوي معامل X تكعيب في البسط على معامل أكستر تكعيب في المقام رح تقول لي إذا البسط من الدرجة الثانية والمقام من الدرجة الأولى أقول لك بالمنهج ما عندناه شيء هذا هنا رح يدخل في أمر آخر تسمى محاذيات مائلة وتفاصيل أخرى ما موجودة بالمنهج إذن عدنا بالمنهج المقرر لود دالة نسبية بسطها ثابتين فرح يصير Y يساوي صفر لود دالة نسبية بسطها ومقامها متغيرين من نفس الدرجة فرح يصير Y يساوي معامل أعلى أسف البسط على معامل أعلى أسف المقام الشيء بالشيء يذكر الكتاب هنا ناطيني غير طريقة لإيجاد المحاذي الأفقي أبو الكتاب يقول أكو طريقة غير هذا اللي حجيناها والمحاذيات عموما هي عليها درجة وحدة بالوزاري في موضوع رسم الدوال المحاذيات عليها درجة وحدة نص على العمودي ونص على الأفقي زين المحاذي الأفقي إذا ردت تستخدم هذه الطريقة فهي صح جدا أكو طريقة أخرى شو تقول هاي الطريقة؟ يقول الدالة لم كان ما أفوا في X تسميها Y Y تساوي شنوه؟ ثلاثة X زائد واحد على ثنيا ناقص خمسة X رح تقول لي طرفين يساوي وسطين يعني معناه Y في 2 ناقص خمسة X تساوي ثلاثة X زائد واحد ال-Y تدخل على القوس رح يصير 2Y ناقص خمسة YX يساوي ثلاثة X زائد واحد الحدود البيها X تتخليها بجهة والحدود المابيها X تتخليها بجهة يعني معناها رح يصير عندي سالب خمسة YX ناقص ثلاثة X يساوي واحد ناقص ثنيا نواي تسحب X عام المشترك رح يصير سالب خمسة Y ناقص ثلاثة يساوي واحد ناقص ثنيا نواي إذن هنا رح تقول لي X تساوي واحد ناقص ثنيا نواي على سالب خمسة Y ناقص ثلاثة تجي تأخذ المقام وحده الساوي بالصفر سالب خمسة Y ناقص ثلاثة يساوي صفر يعني معناها سالب خمسة Y تساوي ثلاثة يعني معناها ال-Y تساوي سالب ثلاثة على خمسة اللي هو المحاذي الأفقي إذن السويلي هذا الحجي كله تأخذ هنا نص درجة وتضطيني الناتج النهائي تأخذ هنا نص درجة كأنه هنا فريق دير على فريقين كرة قدم وهذا الفريق يكفي أن يفوز واحد صفر ويأخذ بطولة بطولة معينة هنا يفوز واحد صفر يفوز عشرين صفر فهو ما أخذ البطولة فأنت هنا بكيفك تريد السؤال تحل بالطريقة السريعة تريد تحل بالطريقة التفصيلية كلاهما رح تأخذ عليها الدرجة الكاملة إذن هنا المحاذي العمودي هو أكس يساوي القيم التي تجعل المقام صفر والمحاذي الأفقي على نوعين إذا كانت الدالة النسبية بسطها ثابتا فهو واي يساوي صفر وإذا بسطها ومقامها متغيرين من نفس الدرجة فرح يصير واي يساوي معامل أعلى أسف البسط على معامل أعلى أسف المقام السؤال اللي موجود أمامك المحاذي العمودي هو أوسع مجال هو R أوسع مجال R لذلك المحاذي العمودي رح أقول عليه لا يوجد ليش لأن إحنا قلنا المحاذي العمودي هو أكس يساوي القيم التي تجعل المقام صفر إذن إذا ماكو قيمة تجعل المقام صفر إذن المحاذي العمودي لا يوجد أما المحاذي الأفقي رح يكون عندي وي يساوي البسط والمقام من الدرجة الثانية كلاهما من نفس الدرجة رح يصير معامل أكستر بيع في البسط على معامل أكستر بيع في المقام السؤال الآخر إذا كانت الدالة النسبية بهذه الصورة القيمة التي تجعل المقام صفر هي السالب 2 إذن معناها المحاذي العمودي أكس يساوي سالب 2 ولكن المحاذي الأفقي البسط والمقام من الدرجة الأولى فرح يصير وي يساوي معامل الأكس في البسط على معامل الأكس في المقام واتفضل اكتب اللي موجود على الشاشة بدون الأمثلة وإذا عندك سؤالة فضل اسأل